إنما إيه هي الحلول اللي دومة السيسي بتروح ليها وتحديداً نبتش الإعلام أول حل عندهم حل قرد الصندوق حتى لو القرد ده هيمص دم المصريين الغلابة خاني نشوف الفيديو ده كده إنما طيب بص إحنا نخلي نتخلى عن الدعم خالص آه لكن العاصمة اللي قدريه ما نتخلاش عنها لا 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 وهتلاقي ده على فكرة في نفس الحوار عمر أديب بدافع عن الاستمرار في بناء عاصمة الصحراء نشوف نكمل العاصمة نحن نشير إحنا الدعم لكن نمرحل عاصمة الصحراء ضيف بقى على كلام هاني جنينا كلام الفورين بوليسي اللي بتقولك السيسي دمر اقتصاد مصر ودينها وأفلسها وإن الرجل ده قاعد على مشروع إفراغ خزائن مصر فمشاريع السيسي الوهمية أغرقت مصر بالديون وأفلست خزينتها يا عم اطلع بالمقال كمل يا معلم قالك بالنص كده كاتب الزميل في مجلس العلاقات الخارجية اطلع سطر الزيادة ستيفن كوك مقالا في مجلة اطلع سطر الزيادة اطلع يا بشير سطر الزيادة في مجلة فورين بوليسي قال فيه أن السيسي استهلك الخزينة المصرية على مشاريع ترضي غروره في الوقت الذي يعاني فيه شعبه ورأى أن حريق كنيسة أبو سيفين في مبابة بالقاهرة كذلك الاتفاق تبقى لآلية التمويل السريع لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حضرات السيسي ومصر كلها أو السيسي وضع مصر فيه أزمة لأنه أنت بتصرف على مشاريع مش هيجي من وراها ريع خالص نهائي وأنا بقول لك واخد الكلام علي حد ينكر من العاصمة لما نعمل عاصمة إدارية جديدة دي حاجة وحشة اطلاقا اطلاقا بس اللي أنت تتكلم عنه التوقيت أنت في وقت ابنك في السنوية عايز دروس وبنتك في الكلية عايز مصاريف الجامعة وإنت مش تلاقي حاجة والدنيا خربانة فتروح تشتري تلاجة تمانها 75 ألف جنيه التلاجة حلوة لا شك أو الغسلة تحفى وبتنشف وبتعمل كل حاجة وممكن تكوي كمان بس هل ده وقته هنا المشكلة العاصمة الإدارية مشروع عظيم بس إبتا أنت كنت محتاج تعمل مشاريع تدر عليك ربح ريع أنت محتاج تنشط اقتصاد أنت محتاج تعمل مشاريع تجيب لك عملة صعبة مشروع تعمل عاصمة إدارية ومونرويل والعالمين والجلالة وأربعين حاجة ما لهمش أي علاقة حبل اقتصاد غير ما فنجرة وفشخرة لإرضاء نفسية الزعيم الجاهل وفشخرة للمشاهد وفشخرة للمشاهد